مش حنسى أبداً النهاردة وإحنا موجودين واسمحولي أن أنا وفاة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق الذي توفى بالأمس عزائي لي والأسرته في هذا المصاب واسمحولي أقول كان له إسهام كبير جداً أثناء موجوده معنا في العمل في وزارة الصحة فاسمحولي أن إحنا نعزي باسمي وباسمكم والأسرته إن شاء الله مرة تانية أرحب بيكم وأتمنى لكم إقامة طيبة وفعليات جيدة ومهمة وحاول المرة زي ما قلت المرة اللي فاتت ما تنسوش أن يبقى فيه فرصة لكم في هذا العام من الشهر من السنة أن يبقى لكم فرصة أن يبقى فيه طرفيه في الأنشطة والفعليات اللي بتتم بزيارة المقاصد الساحية المختلفة نرحب بيكم وسعداء بوجودكم أهلاً وسهلاً وشكراً جزيلاً لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر